اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في مشاكل ممكن الاطفال الصغيرين يواجهوها والاهل ممكن ما يبقاش عندهم فكرة انه في مشكلة اصلا وهي مشاكل اعضاء التنسلية عند الاطفال حاجات ممكن ما تبقاش ظهرة للاهل ممكن ما يبقاش مدركين مدى خطورة المشكلة دي او يمكن يقولك ايه ما هو مولود كده داخل اتربنا وهو عنده عيب خلقي وعنده تشوه في الاعضاء التنسلية بس بتبقى الام صغيرة ومش مدركة انه دي ممكن تأثر عليه بعدين احنا عامين لستة لا اكتر من مشكلة ممكن تكون بتظهر عند الاطفال وهنقول ايه المشكلة وشكلها ايه واعراضها ايه ولازم الامهات تاخد بالها جدا من القصة دي لانه الحاجات دي لازم لها تدخل جراحي سريع بيشرفنا دكتور احمد الشامي استاذ جراحة الاطفال وحديث الولادة واصلاح تشوهات الخلقية في مصر والشرق الاوسط اهلا محراتي اهلا محراتي اهلا محراتي يعني موضوع انا طبعا وكنتش عارف القصص دي غير لما قبلت الحياة دكتور احمد لانه الموضوع خطير احنا نسمع عنه بقى لما بيبقى شاب ونلاقي الشاب ده عنده مشاكل في الهوية الجنسية وفيه لخبطة كده فحيك بتقول ان الموضوع ده بيبتدي من اول ما تولت من اول يوم اه وحضرك والمفروض ان التشوه ده حصل اثناء تكوين الجنين داخل الرحل سبحان الله والاهل ما بياخدوش بالهم والاهل ما بياخدوش بالهم هرد على كلمة واحدة حضرك انا عامل مجربول لراجل خمسة واربعين سنة من الكويت ما بيخلفش تخيلي الاب والام هو الاب والام عملوا العملية وهو عنده تلات سنين فشلت العملية خلاص هما كده خلاص بالنسبة لهم وما عملوا اللي عليهم خافوا شوية حضرك شوية كيبر هو خاف اتشغل اتجوز ما خلفش فبدأ يبحث خمسة واربعين سنة تخيلي حضرك شوفوا المشكلة بقالها كم سنة خمسة واربعين سنة والعملية حلت المشكلة العملية حلت الحمد لله رب العالمين وبعدها بستة شهور حصل حمل سبحان الله مش فهمة ايه علاقة مجرى البول بانه حصل مجرى البول يعني فتحة البول مش في مكانها الطبيعي بتبقى تحت فحضرك لما بيحصل جماعة بينه وبين مراته حضرك السائل المنوي ما بينزلش في المكان الطبيعي اللي المفروض يروح فيه عشان الحيوان المنوي يسافر يقابل البويضة في المكان المخصص فبينزل في مكان تاني خالص فما بيدخلش المصاري الطبيعي بالزبط وهو سليم يعني هو عنده حيوانات منوية سليمة وعنده كل حاجة بسبب شفت حضرك ممكن توصل للمشكلة الليه خمسة واربعين سنة بسبب بسبب الأهل أو بسبب عدم المعرفة أو الخوف أو الألأ هم يعرفونين يا دكتور صدق حضراتك فعلا بتبقى يعني أنا بعد أفكر بينه وبين نفسك لأن الساعة أنا بلوم الأم جميل جدا وساعات أنا يعني حضراتك بتستفزك الأم بتقول لك أنا ما عرفش يعني إيه ما تعرفيش ولما بس لما تعود بينك وبين نفسك فعلا أم عندها بنتين وده أول بيبي ولك أنا ما شفتش أولاد قبل كده عشان أقدر حكم هو فتحة البول كانت ديقة سنة الولد ما بيعملش حمام كل ما بيجي يعمل حمام بيحزق فتحة البول ديقة أحد التشوات الخلقية للأعضاء التناسل العضو ذاكر فتحة البول ديقة الولد بيجي يعمل حمام بيعمل حمام حضرك الميا التدفق بتاعها رفيع جدا فنازلة بعيدة جدا تقول لك أنا ما عرفش أنا ما شفتش قبل كده ده الولد بيحزق جميل جدا فيه ارتجاع شوية يعني الأم تقلق لما يحصل إيه لما الولد يشتكي من إيه يقول لها مثلا أنا مش عايزة أستنى الأم تقلق لما يحصل مشكلة أبوال تعرف أنا عايزة نروح لدكتور جراح أطفال يعمل شيك أب عليه بعد الولادة مباشرة آه لمجرد بس إطمئنين أنا كده حطيت بيزيك حطيت قواعد أساسية طفل فتحة البول كويسة ما عندهش مشكلة الولد ما عندهش فتاء ما عندهش إحليل السفلي فتحة البول في مكانها الطبيعية حجمها كويس ما عندهش خصية معلقة ما عندهش فتح إرابي ما عندهش التوقف الخصية طفل خلينا ناخد واحدة واحدة ونقول إيه مشاكلها وممكن تؤدي لإيه هيك الإحليل السفلي ده اللي هو اللي حضرتك ذكرته دلوقتي فتحة البول مش في مكانها بالظرط طيب الخصية المعلقة دي عبارة عن إيه طيب يعني هنماشي أوكي نتكلم على الخصية المعلقة أولا خصية المعلقة الأم بتلاقي الكيس اللي هو فيه الخصيتين بتسميه كيس الصفن الكيس ده اللي تحته العضو الزكري مش موجود بمعنى مش مش موجود حجمه صغير المفروض بيبقى فيه خصية يمين وخصية شمال الخصية بتتكون داخل والطفل داخل الرحم بتتكون داخل البطن وتنزل من قناة اسمها قناة إيرابية فقناة نفأ شارع بتنزل منه وتنزل في الكيس عند اجتمال النمو اللي هو أربعين أسبوع ثلاثة كيلو حضرتك الطفل اللي تولد والقناة دي تنت مفتوحة فبينزل منها أفتاء والخصية تطلع لفوق تاني أو الحبل المنوي نفسه ما هي حضرتك بتبقى في البطن بتنزل بأوردة وشريين والحبل الخلفة حضرتك بتنزل تحت طب لو الحبل المنوي ده خلقة ربنا وصير يبقى مش هتنزل هتنزل فين يبقى هتن في البطن هي هنا كأم حضرتك بتحمي ابنك وبتشطفيه مئة مرة في اليوم حضرتك يبقى بلاحظ إن وجود الخصية مش موجودة اللي اتنين بيبقى صعبة فبنلاقي ناحية كويسة والناحية التانية مش موجودة تلاقي الكيس صغير الكيس مشفوط بالبلد كده حضرتك الأم تلاحظ الكيس لازق مفيش حاجة نازلة فهنا أو تلاقي الطفل معايا الكيس كبير جدا ناحية كبيرة وناحية صغيرة فهنا لازم نروح لدكتور جراحة الأطفال حضرتك بيحصل إن نروح لدكتور الأطفال ممكن لك ده خصية معلقة أو هتنزل لوحدها مفيش خصية معلقة بتنزل لوحدها الخصية المعلقة معلقة متعلقة فوق يعني عندي مانع تشريحي يمنع يعقل نزلها في الحالة دي لابد من التدخل الجراحي أو الحبل المنوي وصير وفي الحالة دي لابد من التدخل الجراحي بنتعمل على ست شهور ما فيش ما يروح المدرسة هتنزل لما يكبر طيب هي لو ما نزلتش ممكن يتأثر عليه بعد كده زي لو ما نزلتش احنا بنزل على ست شهور ليه الطبيعي إن احنا نزل على ست شهور وجدنا حضرتك إن بعد ست شهور بيبدأ الخلايا اللي بتنتج هرمون الزكورة والخلايا اللي بتنتج الحيوان المنوي يحصل فيها ضمور وخصة داخل البطن ارتفاع درجة الحرارة داخل البطن ده بيبقى بيئة بيت غير مناسب لنمو الخصية أيوة أيوة فبيحصل إنها إيه؟ يحصل في خلايا الخصية ضمور عشان كده بنزلها على ست شهور لا ده وجدوا أكتر من كده إن الخصية بالذات اللي جوة البطن وقعدت فترة طويلة لقوا الزيادة في الانسيدنس بتاع الكنسر يعني حضرتك لو الخصية معلقة داخل البطن والأم ما اكتشفوش الموضوع ده وقعدت 3-4-5 سنين حضرتك يا إما يحصل دمور كامل في الخصية ونخش نلاقي ما فيش خصية حاجة صغيرة جدا ملاش أي إيمة وبنخش نشيلها أو حضرتك ممكن زيادة حدوث أو رام سرطانية حتى بعد ما بتنزليها لمكانها الطبيعي حتى بعد ما بتنزليها طالما تأخرنا ده ما بيحميهاش من وجود زيادة في حدوث الأورام السرطانية النقطة الأهم في الموضوع بالنسبة للخصية التوقيت تتعامل على 6 شهور ما فيش خصية لوحدها بتنزل النقطة الثانية اللي هو دور المنظار الجراحي والتشخيصي في الخصية مهم جدا ليه حضرتك يروح مش حساسها يقولك اعمل أشياء مقطعية اعمل أشياء تلفزيونية يقولك أي أو لا ما فيش حاجة بتشخص الأشياء الخصية المعلاقة بنسبة 100% قد المنظار الجراحي التشخيصي والعلاجي في نفس التوقيت طيب احنا بس عايزين ننوه هنا حضرتك طالع اسكندرية يوم الحد 20 يونيو بمستشفى الشرق الأوسط ان شاء الله في اسكندرية مستشفى الشرق الأوسط اه عشان لوحد عايز يعني يكشف على أولاق في سهاج برضو اه مستشفى الرحاب في 17 يونيو في المستشفى الرحاب 17 ان شاء الله شاميس بيجي لحضرتك الناس بعد ما بيشوفوا والناس عايزين يشوفوك هناك بأي شكل من أشكال كلام بكل بلغ السلام له سازة دعاء الله يكريمك اه انا انا طبعا انا نرجع لانا تانية اه انا الجمعة 18 يونيو اه ببرج الرواد الرواد ميدان سيدي عمر كل عيادة هناك اه اسيود مستشفى الرواد ان شاء الله الـ 3-22-6 ان شاء الله اه يعني حضرتكو بس اكتبوا في الكالندر اه الغرداء بس هيكريح طبعا اه يعني اه يبقى الزيارة كانت الخميس الزيارة اللي جاية هتيبقى ان شاء الله الخميس 1-7 1-7 1-7 بالنسبة لزيارة الغرداء يبقى الغرداء اول شهر 7 اه ان شاء الله ان شاء الله طيب الفتء القربي بقى دكتور كلمنا عنه بتعمل في ايه ونكتشفه ازاي الفتء القربي من الحالات اللي سهلة جدا وصعبة جدا في تشخيصها وعلاجها هو طفل يجي له فتء قربي ليه هو مولود بقى هو مولود هدك بيجي الطفل عنده خمس ست شهور او سنة ولك انا لسه فتء قربي لا ده هو حضرتك مولود بيه بس ما ظهرش الا بعد شهر بعد شهرين بعد ست شهر بعد ست شهر بعد ست شهر حضرتك البلد كل الاطفال الصغيرة بتحزق سواء عنده كحة فبيحزق سواء عنده امساق بيدوله دول المخص بالظبط حضرتك الام لا دايما احنا بنحمل الام مسئولية هي الامومة مش سهلة طبعا الامومة صعبتين بالظبط تكتشف ازاي انه عنده وهي بتشطف ابنها بتحميه بتغيره الحفاظة بتلاقي فيه حاجة بتورم دايما بيكون كيعة ورم بتظهر اثناء الطفل بعيط او بيحزق او بيكح بتلاقي حاجة كده ظهرت واختفت تاني ممكن على حسب مرحلته ممكن يبقى مرحلة اولة فالام صعب انها تشوفها الدكتور بيفحصه فممكن يلاقيها بالصدفة طب وصلنا المرحلة بقى التانية او التالتة اللي تلاقي لحضرتك الطفل وهو بعيط بيحزق الكيس نفسه كبر لدرجة ان الام بتسمع صوت الزغوانة صوت الامعاء تقولك وانا بغيرله بسمع الصوت تحت صوت الامعاء الام النصحة الام اللي بتبقى فعلا مركزة مع البيبي تقولك صوت الامعاء صوت الامعاء صوت الزغوانة تقولك ده جعان تقولك ده عنده مغص ده عنده مغص ده كده فانما لو سمعتها والموضوع جريب وولاقت الكيس ويرم ده معنى ده حنا بقينا مرحلة تانية او تالتة من الفتاء وهنا لازم نتدخل جراحية هناك في الخصة المعالقة قلنا ايه نستنى على ستة شهور عشان نبدأ عملية لا هنا ما بنستناش هنا اليوم اللي هيتشخص فيه ان الطفل عنده فاتي اربي ما فيش فاتي اربي بيروح لوحده ما فيش فاتي اربي نستنى لما يشد حيله الطفل حضرك الطفل لو عنده اربعين يوم وعنده على الناحيتين يتعمل لو عنده على ناحية واحدة يتعمل عندنا مشاكل ممكن يحصل يكون عامل مساعد في حاجة اسمها التواء الخصي الفتاء لو معه خصية معلقة يحصل للتواء تبا كارسة عندنا هو ايه حضرك الفتاء جزء من الامعاء بينزل من القناة الاربية اللي لسه كنا بنقول ان الخصة بتتكون فوق فبتنزل من القناة الاربية والقناة دي تتقفل خلقة ربنا تتقفل عنده اربعين اسبوع لما الطفل يتولد في بعض الاحيان سبحان الله القناة دي ما بتتقفلش ايوه فالقناة دي موجودة اي حاجة بفوق من البط ممكن ايه تنزل من القناة ياما تنزل مية ويبقى مية على الخصة ياما ينزل جزء من الامعاء سواء الامعاء الدقيقة او الزايدة او جزء من المثالة البولية او القولون ويبقى فت اربي سموه اربي ليه عشان الفت ده بيعد من القناة الاربية الزايدة الزايدة نزلت في الفتاء او الزايدة بتنزل في الفتاء جزء من المثالة البولية نزل في الفتاء عشان كده اقولك ده الطفل كل شوي تورم ويعمل ينقط بول يبقى مهم جدا من ساعة ما الطفل يتشخص انه عنده فات اربي يتعمل فورم بنعمل تحليل عشان الامعاء تقولك اصلا ابن ضعفه اصلا ابن ما يستحملش بنج لا احنا بندي بنج عادي ده خالص دكتور تخدير اطفال حديثه اللي هذا بنيمه لو الطفل ثلاثة كيل ولو الطفل أربعة كيل ولو الطفل عنده أسبوعين ثلاثة بيخاف من فترة الجراحة وهو صغير الناس بتترعب بس انا اقدر ده كاب وام بس ده خوفك على ابنك وبنتك ما يمنعش ان حضرتك تروح لجراح اطفال وتعملي اللي هيقول احنا محدش جراح اطفال او محدش دكتور بيبقى في نيته يضر طفل اطلاقا حضرتك الطفل هو لو ما تعملش هيحصل ضرر والضرر بيبقى ساعات كارسة حضرتك يعني العملية تبقى في القرى بي دي ربع ساعة وبعدها نصف ساعة الطفل يرضع ويروح وبتتعامل تجميل ممكن نعملها بالمنظار كمان يعني حضرتك ما بنحتاجش نشوف الطفل تالي طب تخيلي بقى ان حضرتك خفتي او كسلتي او سمعت نصيحة احد الجيران قالك لا لا ده هيروح الواحد او استنى عليه ما عرفش ايه وحضرتك الطفل عنده مشكلة بكوحها وعنده حساسية على سيد لكوح وكوح وكوح راح الفات داخل من القناة الارابية جزء من الامعاء وتزنقت وجات ترجع ما رجعتش يبقى هنا بقى اسمه فات مختنق دي مرحلة وصلنا للمرحلة التانية اللي هو انسداد معوي ورحلة تالتة اللي هو غرغرينة في جزء من الامعاء احنا ما بنقولش كلام نظري حضرتك بما اني جراح اطفال ومتخصصين في المنطقة دي فحضرتك انا بشوف الحاجات دي بشوف الحاجات دي امبارح حضرتك اتصلوا بيا في زايدة سبع تامن سنين ازاي اتشخاص دي انا بتكلم بقى على فرق في التشخيص وان احنا ممكن نكلف الطفل مشاكل كتيرة جدا جدا بسبب عدم الوعي او الخوف او عدم التشخيص من الدكتور راحت لدكتور اطفال التهاب مغس ميكروب طفليات ديدان خد علاج مرة واثنين وثلاثة قعدت ثلاثة ايام بتاخد علاج وكلام من ده حطيت ايدة على بطناء قلت لها حضرك زايدة بس مزايدة عادية يعني يا دكتور مزايدة عادية قلت لها ممكن اصاص الجزء من القولون ممكن حط درناء ممكن ما شلش زايدة هفتح واتفرق كده واقول لحضرك انا مش هشيل الزايدة مش هقدر اشيل الزايدة وفعلا كان كان حضرك انا فتحت وهنا الوضع بيختلف لما تجي تفتحي زايدة في بداية تفتحي فتحي 2 سنطي سنطي وتفتحي في مكان معين لما تجي تفتحي وانا عارف ان انا داخل جوه عملت ماس ماس يعني كل كيعة وصديد مجرد ان الطفلة خاد بينجي كل بحط ايدي على بطنها حضرتك حسيت ورم قد البرتقانة كبيرة حوالي 20 سنطي فتحنا حضرتك اه الحمد لله هتعدي بس هتعدي بايه بقى فتحنا لقينا كورة كورة من الصديد والبراز زايدة فجرت في البطن نتيجة تشخيص غلط نتيجة تشخيص غلط وتأخر في التشخيص حضرتك لقينا كتلة من البراز والامعاء والتسقب بعضها عادنا اكتر من ساعة ونص زايدة زايدة بتاخد عشر دقاي زايدة بتاخد عشر دقيقة ربع ساعة عادنا اكتر من ساعة ونص والاخر حطينا درنقة خرطوم وبدل ما هتنعمل الزايدة وتروح بعد اربع ساعات هتقعد ثلاثة ايام في المستشفى ان بيقوي يعني مفيش حاجة عن طريق الفهم لانه ممكن يحصل مشاكل كبيرة جدا والجرح يتلوس انا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا حضرتك هتكون موجود في اسكندرية وإنا وسهاج وقسيوت في المواعيد اللي ذكرناها قبل كده بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد الشامي واستاذ جراحة الاطفال وحديث الولادة وإصلاحة الشوهات الخلقية في مصر والشرق الاوسط شكرا جزيلا بشكركم على حسن المتابع شوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة